بسم الله أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد عن شواحن السيارات الكهربية من شركة سيمينز النهاردة هنتكلم عن شاحن من الشواحن السريعة من شركة سيمينز الشاحن ده بنسميه C-Charge D من أفضل الشركات اللي بتشتغل في عمليات أو أجهزة شاحن السيارات الكهربية شركة سيمينز تعال نشوف النهاردة الشاحن السي تشارج دي الشاحن بتاعنا اسمه سي تشارج دي الشاحن اليوم من شركة سيمينز من شركة سيمينز سيمينز اسم السي تشارج دي سي تشارج دي طبعا ده Fast Charging The future of Fast Charging تمام مع سيمينز طبعا بيكون High Power الباور بتاعته عالية Flexible Modular مهم جدا و Scalable طيب الإصدار من C-Charge تمام أو الشاحن الخاص به C-Charge أو Fast Charger ده بيكون C-Charge D Dynamic Charging for the future of E-Mobility مع سيمينز احنا النهاردة هنتكلم عن Fast Charger من شركة سيمينز الألمانية تمام نوع الشاحن Fast Charger الموديل بتاعه اسمه C-Charge D C-Charge D طبعا بيخضع لل IEC Standard زي ما احنا شايفين و عندي نوع الشاحن C-Charge D هنبدأ نشوف شركة سيمينز ايلين ايه على الشاحن ده في عندي Value Screen مهم جدا يا شباب الشاشة دي ضخمة جدا دي 24 بوصة 24 انش زي 24 تاتش سكرين ميك شارجين ان اكسبرينز ان انابول ايزي انتغريشن اف كاستومايز كونتنت يبقى انت عندك Value Screen شاشة ضخمة جدا مقدرها 24 بوصة الباور اب الباور بتاعتي بتكون عالية تمام الخاصة بهذا الشاحن و الكونيكت بلاس في عندي cost effective and this base saving that C charge can easily extend with 2 DC charger point بنا عندي 2 DC charger points to charge up to 5 cars يبقى انا اقدر اشحن لحد كم سيارة خمس سيارات 5 EV اقدر اشحنهم من خلال هذا الشاحن في نفس الوقت وده بديني full DBA اللي احنا بنسميها dynamic power allocation والحطة دي مهمة جدا DBA dynamic تمام اللي هي D وبعد كده power وبعد كده allocation considers EV kills individual power demands and ensure optimized charging time يعني هو بيعمل خاصية DBA هتلاقيه كل شيء يقولك DBA DBA معناها dynamic power allocation dynamic power allocation allocation على فكرة هنا معناها ان انا بعمل location location وبعمل size بعمل size بحدد افضل location optimal location وبحدد optimal size وبالتالي هيديني optimized charging time ويديني افضل وقت شحن تمام طبعا هو بيقول ان ده بيبقى مناسب لل highway وال urban charging stations الاماكن البعيدة وبمناسب لل public fast charging الشحن السريع وال customer و guest parking لو انت موجود في اي مول او في اي شيء ده برضو بيبقى مناسب لك في عمليات الشحن السريع تعال نبدأ نشوف ايه هي مكونات هذا الشاحن تمام بالتفصيل طبعا الجزء اللي برا ده اللي هو الجسم بتاعه فبيقول ده عبارة عن wizard proof يعني هو مضاد ومعالج ضد تمام العوامل الجوية UV resistance والcolor stable والcolor بتاعه ده stable and scratch resistant powder coating الكوتين او الbowder اللي مرشوش بيه ده بيخليه wizard بروف زي ما انت شايف بالشكل ده في عندي هنا في الجنب lid for user guidance and dc status indication left and right في عندك هنا هتروح تلاقي تمام لون كده lid تمام الليد ده موجود حوالين charger من الناحيتين lid for user guidance اهو عشان يديلك انارة كده lid حوالين charger طيب بعد كده اهم حاجة عندي شاشة ضخمة جدا 24 بوصة high brightness تمام واضحة جدا touch او بيسموها touch screen display تمام عشان تعمل opportunities او تعمل functions او تشوف data اللي موجودة على الشاشة وبعدين هنبدأ ندخل على الشاحن الشاديمو او CCS تمام فهو بيقولك فيه عندي DC charging cable number 2 للشاديمو CCS and DC meter طبعا بيحط DC meter ك optional المهم انه فيه عنده CCS 2 وفيه عنده شاديمو اللي هو الشاحن او راس الشاحن اللي انا بستخدمها تمام في عمليات الشاحن وبعدين هنبدأ نشوف الجزء ده integrated controller integrated controller credit card reader terminal وده بيبقى معايا controller بيديني قراءة ل card او card بتاع الشاحن اللي انا بستخدمه تمام وبعدين زي ما شوفنا في فيديوهات سابقة emergency stop button معظم الشواحن الخاصة بالسيارات الكهربية بتستخدم emergency stop button emergency stop button عشان حالات الطوارئ بعدين فيه عندي large front and back doors باب تمام provide easy access to maintenance يبقى انا لو بعمل صيانة في الجزء ده بيتفتح تمام اللي هو الجزء هنا او من الناحية دي تمام عشان ابدأ اعمل عمليات الصيانة و dه برضو بيبقى optional اللي هو الجزء اللي في الفريم الخارجي وال c c certified دي شهدات اللي هو ايه واخدها جسم الشاحن وبعد كده فيه عندي الجزء ده اللي هو ac type two socket with flag and plug looking mid meter ده optional هنا بيبقى فيه عندي ac type two socket ده socket الخاص بال ac type two بعدين فيه عندي rfid card reader for user authentication عشان اقدر اعمل موسوقية للمستخدم بيبقى هنا في rfid card reader ريد اللي انا بحط فيه card اللي هو بيبدأ خلينا ابدأ عمليات الشحن الخاصة بالسيارة بتاعت زي ما شوفنا هنا في dc charge cable number 2 هنا dc charge cable number one تمام وهنا ccs2 وdc meter optional dc meter هو optional هنا المفروض في عندي شاحن من النوع ccs2 وفي عندي كان هنا النوع التاني اللي هو الشديمو وبعدين في عندي الشافتر proof glass front الوش الازاز اللي هو الخاص بالشاحن وبعدين كاتب لي fit for outdoor طبعا الoutdoor هنا l-ib 54 درجة الحماية ضد الأجسام الصلبة 5 والأجسام السائلة اللي هي 4 وبعد كده l-i-k اللي هو الحماية الميكانيكية l-i-k 10 وده رقم كبير بحيث لو خبطت في الشاحن اي شيء مش بتأثر به تمام وهنا ده البروتكشن الخاص بالجزء اللي فوق بحيث يقدر يعمل سلوب لو المطر تمام نزل عليه او مية فبيبدأ يحمي الدخول المية او المطر ده لجسم الشاحن فده شاحن تمام side charge D من شركة سيمينز فهو بدأ يقول لي والله الشاشة الكبيرة دي بتديني امكانية ان انا اقدر اتعامل معاها بسهولة شديدة وان انا اقدر اشوف عمليات الشحن بتتم ازاي هنا بيقول لي والله الباور موديول طبعا هنا بيبقى باور موديول اللي هي جوة بقدر افك الباور موديول دي بسهولة واركب مكانها لو حصل فيها اي مشكلة طبعا هنا في عندي الرينج اللي بيطلع من شركة سيمينز فيه مية وستين او مية وتمانين كيلو في عندي متين واربعين كيلو في عندي 300 كيلو ده قيم الباور اللي بتطلع من الشاحن السي تشارج دي طبعا هنا بتكلم على موضوع عمليات الشاحن بيطلع لي دي سي تشارجر وهنا دي سي تشارجر وبيطلع لي برضو اي سي تشارجر من خلال كوننكتور الخاص بالأي سي طبعا هنا بيديني كمان دي سي تشارجر اوه ودي دي سي تشارجر يبقى انا قدر اشحن خمس عربيات من خلال الشاحن السريع اربعة والأي سي تشارجنج اللي هو الشاحن او الوصلة الخمسة الديناميك باور اللوكيشن اللي احنا قلنا عليها دي مهمة جدا دي عبارة عن انتليجن ديناميك ديستريبيوشن أوف تشارجنج باور يعني هو بيقدر الشاحن يقدر يحدد اقصى قيمة لعمليات الشاحن وبالتالي بيقلل الوقت اللي انا بستخدمه في عمليات الشاحن هنا لو انا بشتغل على 300 كيلو واط من خلال هذا الشاحن هو بيقول لي ادت 300 كيلو واط في عندي سيارات تانية بتاخد او بتاخد 160 كيلو واط او 80 كيلو واط في حاجات بتاخد 220 كيلو واط في حاجات بتاخد 140 كيلو واط فهو بيبدأ يقسم لي تمام القصة دي لسيناريوز فبيقول لي السيناريو الاولاني الفيرست كار تشارجينج تمام السيناريو التاني الساكند كار كامينج والفيرست كار تشارجينج وبعد كده الفيرست كار ليفنج خلاص العربية الاولى خلاص فولت ومشيت او اتشحنت ومشيت والساكند كار تشارجينج والساكند كار كامينج اللي هي العربية رقم ثلاثة بتيجي ده بيديني احتمالات دخول السيارات على المحطة وده مهم جدا بنسميه الدي بي اي او الديناميك بار اللوكيشن فده مهم جدا ومترتب جدا ومتنظم جدا من شركة شنيدر في هذا الشاحن طبعا هنوصل دلوقتي لاهم جزئية يا شباب هنوصل لاهم جزئية التكنيكل سبيسيفيكيشن في او التكنيكل داتا في هذا الشاحن زي ما احنا سايفين سيت شارج دي شاحن من شركة سيمينز بيبدأ اديني الاسي نومينال امبوت الفولتج يا اخوانا ربعمية فولت اي سي تمام والكارنت ات نومينال فولتج بير فيز الكارنت بيصل الى تلتمية واحد او تلتمية اثنين وتلاتين ربعمية تلاتة وعشرين خمسمية وخمستاشر طبعا ده كله امبير الهيرتز المستخدم خمسين او ستين هيرتز الباور فاكتور او الكوزاين في بتبقى اكبر من تسعة وتسعين وتسعة من عشرة وبالتالي تقريبا بيبقى كأنه الباور فاكتور واحد يونيتي والشورت سيركت كارنت بالكيلو امبير الشورت سيركت دايما بالكيلو امبير سبعين كيلو امبير شورت سيركت سبعين كيلو امبير والتوتال هارمونيك ديستورشن الـ THD تمام دي بتبقى أقل من 3% والنتورك طيب من ناحية التقريض الـ TNC ده نوع من أنواع التقريض والـ TNS وكان فيه الـ IT دي نرجع لمحاضرة التقريض ومهم جدا تقريض شواحن السيارات الكهربية ده من ناحية الـ AC nominal input power من ناحية الـ DC nominal أو الـ DC output الـ Rated power اللي بتبيعه شركة سيمينز مهم جدا تحفظهم 160 كيلو وات 180 كيلو وات 240 كيلو وات 300 كيلو وات يبقى أنا هنا تعالى نكتبهم مع بعض كده كام كام القيم اللي أنا بشتريها بشتري 160 و180 و240 و300 ده الـ Available من سيمينز تمام؟ طبعا هنا بيديني الـ Rated power والـ Upgrade الـ Upgrade power طبعا لحد 300 اللي هو أعلى قيمة الـ Voltage range بيبقى من 150 لحد 1000 V كنا احنا متقصد متقصد بتاعنا 920 لو انتم فاكرين تمام؟ والـ Outlet options في عندي المخارج في عندي DC 2 في CCS 2 و 1 في CCS 1 وفي عندي الشاديمو وفي optional AC لان احنا قلنا الشاحن ده بيطلع لخمس مخارج 4 DC و 1 منهم AC الـ Current Connected Cable تمام؟ ممكن يبقى الشاديمو واحد في 125 أو 200 ده بيسموه Liquid Cooled Cable أو واحد في 500 الـ Interface for additional dispenser اللي هو ان احنا نقدر نشوف الـ Charging لحد كام أو بيسموها Barrelled Charging Barrelled Charging الـ Brainstalled Interface for 1 تمام؟ with 2 DC Charger Point يعني نقدر نركب كام واحد على التوازي الـ Efficiency أو الكفاءة الـ Efficiency Factor من 95 لحد 96 بيك الكابل الـ Lens بيبقى الكابل 3 3 متر أو من 3 إلى 5 متر بقى كده الـ Environmental Conditions طبعا ده ينفع الـ Operation بتاعه يبقى Indoor أو Outdoor تمام؟ Operating Temperature ودي مهمة جدا بيصل إلى 55 ودي مهمة جدا في دول الخليج ان انا اقدر اتحمل لحد 55 درجة حرارة ودي مهمة جدا Operating Altitude تمام؟ اللي هو 2000 فوق سطح البحر relative humidity من 5 لحد 95 اللي هي نسبة الرطوبة بقى كده الميكانيكا اللي احنا قلنا الـ I-B بتاعه 54 والـ I-K 10 تمام؟ فدي مهمة جدا الكاستنج ماتيريال Powder Coated Galvanized Steel يبقى هو مصنوع من الـ Galvanized Steel Power Coated و Anti-Grafity Paint الدهام بتاعه Anti-Grafity الكوتنج اهو ميدي لك رقم الكوتنج C4M أو C5L الـ Color بيدي نيرال 906 زي بتاعه اللي هو حد بالضبط White White الامونيوم الامونيوم ابيض Overall Dimensions اللي هي الـ Weights والـ Dips والـ Height اهو الـ Weights او الوحدة 845 مليمتر و 820 و 2300 مليمتر Foundation Dimensions اللي هي الـ Weights والـ Dips بـ 680 في 620 الوزن دي مهمة جدا بالكيلو جرام بيبقى من 540 لحد 820 حسب حسب انت مشتري الـ 160 ولا الـ 180 والـ 240 ولا التلتمية وبعد كده general specifications بتكلم عن network connection مثلا هنا الـ Ethernet اللي هي الوصلة بالانترنت بتاعه ممكن يدعم الـ 2G والـ 3G والـ 4G بيدعم كل شيء electricity safety device بركب له search protection وبركب له over voltage تمام من خلال الـ devices بتاعتي والـ operating noise بتبقى اقل من 65 تمام و الـ remote management بقدر اعمل عليه control من خلال over the air over the air اللي هي الـ OTA هتلاقي كل شوية remote access و over the air الـ OTA software updates واقدر اعمله تحديث بانواع السيارات من خلال جابلات المود باس النورمس والستاندرد اللي بيخضع لها بيخضع للـ E-E الـ E-N 61 851 وهكذا ويخضع للـ ISO 15118 ويخضع للـ IEC تمام في الـ Type 2 دي مهمة جدا IEC 62 196 تمام و الـ communication protocol هو بيشتغل على protocol OCPB 1-6-18 ويحنا شرحنا في فيديو OCPB protocol تمام وبعدين الـ Certifications اللي واخدها دي اللي واخدها الـ Charger Flexible Configuration هو بيدي لك شوية بيدي لك بيدي لك كريدت كارد تيرمينال اللي هو الـ Option التالت وده كله بيبقى موجود عندك تقدر امتى تضيف الـ Option أو تشيله الـ برقمه تمام وإنكومنج AC Meter هطل لك AC Meter عداد AC وAC Meter for the outlet وDC meter for the outlet تاعت الـ DC ده كله Options تمام تقدر انت تضيفها في هذا الشاحن الرهيب اللي انت تقدر تشتغل عليه تمام من خلال شركة سيمينز يبقى احنا النهار ده كنا بنتكلم عن او تكلمنا عن شاحن السيارات الكهربية السريع من شركة سيمينز اسمه C Charge ده من اقوى الشواحن الموجودة المستخدمة في عمليات الفاست تشارجينج او الشحن السريع للسيارات الكهربية واشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته